بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء وخلال البرقية تقدم رئيس مجلس الشيوخ بأصدق التهني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء مؤكدا أن هذه المناسبة تدل على تقدير مصر لعطاء الشهداء من رجال قوات مسلحة الباسلة الذين جادوا ولا زالوا بأرواحهم فداء للوطن موضحا أن هذه الذكرى الغالية ستظل دائما وأبدا فخرا لكل المصريين